بعد سلسلة اجتماعات عقدتها قوى الإطار لبحث مسارات تشكيل الحكومة وإقناع التيار الصدري بالتوافق وهما فشلت به إلى الآن يعتزم فريق منها إعلان الموافقة على ترشيح جعفر محمد باقر الصدر لرئاسة الحكومة مصادر خاصة تحدثت ليو تيفي عن توجه هذه القوى لإنهاء حالة الانسداد خاصة مع قرب انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وهي الجلسة الفاصلة التي ستحدد مسارات تشكيل الحكومة المقبلة فيما لم تتحدث المصادر عن عقدة الكتلة الأكبر وما إذا سيتم القبول بإعلانها من قبل التحالف الثلاثي فضلا عن مصير القوى الأخرى المعترضة على مسار الأغلبية